السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من وقصتنا النهاردة بعنوان الكمال لله وحده اوطال قصتنا النهاردة اتنين مهندسين واحد معروف وناس كتير جدا تعرفوا والتاني محدش يعرفوا الا ناس وليلة من ضمنهم انا لان هو صاحبي نبدأ بالشخص اللي مش معروف الشخص ده مهندس معماري حد شاطر جدا ما شاء الله في شغله حد مبدع وفنان بمعنى الكلمة جدا في شغله بيعمل تصميمات رائعة وناس كتير جدا بتشكر فيه وليه اعمال كتير وسبعة اعمال كويسة صاحبي ده فكر من خمس سنين وليلأ ام اعملش قناة على اليوتيوب اعملش قناة اتعرف اكتر للناس اتشهر اكتر للناس وكمان افيد الناس وده كان تزامنا مع بدء قناتي على اليوتيوب قلت له فكرة جميلة جدا يلا بسم الله الرحمن الرحيم وتمكل على الله بدأ صاحبي يجاهز في اسم القناة اختار اسم القناة اختار البرنامج اللي هيبدأ بيه عمل اعداد لاكتر من الحلقة اللي هيبدأ بيهم وكل حاجة على ما هيرام يلا ابدأ قال لي لأ انا عايز ابدأ كبير قلت له ما فيش حد بيبدأ كبير ابدأ باللي موجود معاه في دلوقتي وان شاء الله التحسن ده يجي والتحسين هيجي مع الوقت قال لي لأ طيب بدأنا من عقبة او مشكلة ادوات التصوير قلت له ابدأ بموبايل وابدأ بمايك مع الموبايل وابدأ بايه ادوات اضاءة بسيطة اصر انه يشتري كاميرا اشترى كاميرا كويسة جدا وغالية ما شاء الله وبعد كده اشترى ادوات اضاءة كويسة جدا واشترى مايك كويس جدا كل حاجة تمام يلا ابدأ بدأ صور فيديو صغير جدا سامبل وكنموزج وبعد كده ودفنوا في الدرج وما طلعوش حتى للناس ده اول حاجة طيب ايه اللي مع الطلق قال لا انا عايز اتعلم المنتاج طيب فيه برامج بسيطة لا انا عايز اتعلم منتاج وبرنامج جديل جدا زي ادو ببرمير بدأ فعلا يتعلم البرنامج ده وبدأ يجيب او جهاز كمبيوتر بامكانيات حديثة ومتطورة عشان يعمل او ان الفيديو تتعامل بسرعة ومتاخدش وقت كبير جدا في المونتاج كل حاجة تمام جاب شاشتين جاب جهاز حديث جدا هل بدأ؟ ما بدأش العقبة العقبة انه خايف انه عايز يتدرب بشكل اكتر عشان يوصل ان يعمل حاجة تقيلة وحاجة كبيرة جدا بدأ يتدرب بدأ يجرب هل بدأ؟ ما بدأش عدد سنة عدد اتنين عدد تلاتة لحد الوقتي ما بدأش مفيش الا هو السمبل او النموذج اللي عمله في البداية كيف نصيح تليه ابدأ وطور وانت ماشي وطور في السكة الشخص التاني الشخصية التانية هو برضو مهندس اسم حمد ابوزيد شخصية طبعا ما شاء الله يعني غاني على التعريف عنده قناة من اكبر القنوات في الوطن العربي معدية تمانية مليون ما شاء الله وعنده اكتر من قناة تانية بس دي اكبر قناة عنده اسمها دروس اونلاين فجأة كده شفت فيديو في 2016 كانت فكت ان اشخاص مش مشهورة تعمل فيديوهات عن اليوتيوب ما كانتش كتيرة فبدأ تتفرج عليه بدأ يشديني لي بشكل كبير جدا ومن ضمن الحلقات كان بيتكلم ليه لأ ما تعملش قناة على اليوتيوب وما تحطش اي عقبة قدامك بدأ يتكلم عن بداياته وانه كان بيقعد على السرير واللابتوب على رجله ويبدأ يعمل فيديوهات للفوتوشوب والموضوع تطور حاجة 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 لحد ما تنقل من الموبايل لكاميرا والكاميرا بقت كاميرا احدث بقت كاميرا احدث وهكذا انا شفت الفيديو وشفت الحلقات دي فقلت انا لازم اعمل قناة على اليوتيوب وكان فيه كلمة مؤثرة جدا كان بيقولها ابدأ بل معاك انا اول فيديو عمله على اليوتيوب كان يدوب موبايل خلت واحد يقف يصورني كان اللي حتى الكاميرا تتهز بشكل كبير جدا وانا واقف مثل اغبط ادائي كان سيئ جدا جدا الصوت كان سيئ جدا جدا الصورة كان سيئة جدا جدا والخلفية سيئة جدا جدا ده بالنسبة لي لكن هي دي كانت البداية والناس بدأت تشجعني وبدأت اطور حاجة حاجة لحد ما وصلت دلوقتي ولسه لسه مستني اطور بشكل كبير شاهد من الكلام هنا ان انك توصل للكمال ده مستحيل انك تسعى انك توصله تمام اسعى ليس للانسانة الا ما سعى اسعى ما فيش مشكلة خالص وحسن وطور لكن انك توصل للكمال الكمال اللي لا وحده واكبر سبب من اسباب التسويف اول ممطلق هو البحث عن الكمال او انك عايز توصل للكمال طبعا مش هتنصله وانت قاعد مكانك لازم تبدأ هنختم النهاردة بمقولة عجبتني جدا المقولة دي بتقول الكلام ده معناه ان الكمال مرض والتسويف مرض ناتج عن انك عايز توصل للكمال والعلاج هنا الاكشن انك تنفذ انك تبدأ تنفذ وتبدأ تشتغل يا رب قصتنا وحلقاتنا النهاردة تكون عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة بتسيبوا رأيكم في التعليقات وانتظرونا ان شاء الله في حلقة جديدة من يا سلام المقص صعيب رب صحيح شكرا لكم